أكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خاصة البنود المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين وخلال ندوة توعية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكتيف التسجيل في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعد مثالا متميزا لمشاركة المجتمع المدني سواء كانوا مواطنين أو جمعيات أهلية بهدف توفير فرص عمل ولتنفيذ مشروعات ذكية متوافقة مع البيئة